طيب المباراة الثالثة أكيد ما بين الدنمارك والشيك وفوز الدنمارك 2-1 ويعني الدنمارك زي ما بيقول هل حيحققوا معجزة 92 ولا أعتقد المنتخب الدنماركي يعني أنت شفت المباراة دي إزاي للأول وبعدين هنتكلم على قبل النهاية أول حاجة المنتخب الدنمارك قد مباراة تكتيكية عالية جدا منتخب لوحرك طبعا تبقى المباراة تلاعب المنتخب الشيكي قد مباراة عالية جدا مستوى مغاير تماما برضو زي ما كلمنا على أسبانيا الأول مباراة يعني منتخب الدنمارك إنك تخش بطولة أول مطشين تخسرهم وتتأهل تأهل تاريخي الأول مرة في التاريخ إن منتخب يخسر زي ما قلنا أول مطشين ويتأهل ده كان تأهل تاريخي وبيوصلوا المشوار بشكل قوي وبعد الفوز على ويلز المباراة في دور 16 ويوصلوا مشوارهم بالشكل ده المنتخب بيقدم بطولة قوية جدا عنده مجموعة لعيبة مميزة كابتن هاني وفيه منهم مجموعة في الدولة الالمانية فيه تفاهم قوي جدا بينهم دولنبيرج وميلة والمجموعة الموجودة من اللاعبين ومدرب هولمد مدرب قوي جدا ومدرب متميز منتخب قوي منتخب نستهل أعتقد هيباختبار صعب المنتخب الإنجليزي لما نتكلم عنها طيب المباراة الأخيرة ويمكن كانت اللي هنا على مستوى النتيجة وعلى مستوى الأداة كان المباراة الأسهل المنتخب الإنجليزي بيفوز على المنتخب الأوكراني بأربعة أهداف دون رد وان سايد جيم من أول المباراة جاريس ساوس جيت كمان الشوط التاني زي ما حرارك شوف طلع كل مخالبه زي ما بنقول أخفى كل المخالب رحيم ستيلين جهاري كياي فعاين كل اللعيبة طلعها وبدأ يعتمد على المجموعة تانية بس منتخب إنجلترا السندي هو دي تحسب لجاريس ساوس جيت برضو تغيير طريقة اللعب الإنجليزية الموتادة القراط الطولية من الدفاع لرأس حربة سريع وقوة بدنيا لاعتماد على القوة البدنية كل ده ما عادش شايفينه برضو في منتخب إنجلترا منتخب إنجلترا دلوقتي بيعتمد على مجموعة من اللاعبين صغار السن أصحاب المهارات وعلى رأسهم رحيم ستيلين ادينا معا كابتن والمحرك الأساسي لمنتخب إنجلترا نتكلم عليه بالتفصيل لإنجلي أنا في اعتقاد أنه هو بيقوم بدور أكتر من رائع دور مهم جدا جدا في خط هجوم المنتخب الإنجليزي لكن خلينا نختار من دم للأربع المباراة دول في اعتقاد المباراة الأخوة كانت مباراة إيطاليا وبلجيكا وفوز المنتخب الإيطالي 2-1